انتقد وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن قفير استمرار المحادثات بين اسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة التهدئة في غزة وتبادل المحتجزين واعتبر ان موافقة نتنياهو على اي اتفاق ستكون استسلاما كما كرر بن قفير دعواته السابقة لقطع امدادات الوقود والمساعدات عن قطاع غزة معتبرا ان هذا الاجراء من شأنه يؤدي الى سحق حماس اشتركوا في القناة